عزيزة والله بالتعليم الفني الصناعي اهلا ومرحبا بكم يا شباب وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا جميعا مدرسة على الهواء اهلا حبيبي وان شاء الله النهاردة حلقتنا بتخص تخصص ميكانيكا سيانة واصلاح تعليم مزدوج المادة بتاعتنا ان شاء الله النهاردة هتكون تحكم الهايدرولكي تكنولوجيا التحكم الهايدرولكي في بداية حلقتي احب اعرف ابنائي ان الهايدرولك ده احنا اتخصات كتير جدا بتدرسه فبالتالي مش ابناء تعليم المزدوج بس اللي هتستفيد من حلقتنا هيبقى فيه تخصات في الشعبة الميكانيكية كتير جدا هتستفيد ان شاء الله من حلقة النهاردة في التحكم الهايدرولكي يبقى النهاردة ان شاء الله الحلقة بتاعتنا هتدور حول الفكرة الاسية لدوائر التحكم الهايدرولكي لابنائنا ابناء التعليم المزدوج تخصص ميكانيكا سيونة واسلوح انا نحبايبي ونبدأ حلقتنا ان شاء الله مع اول سلايد كده تعرضها الشاشة ونشوف ايه هي الفكرة الاسية اللي بتدور حولها دوائر التحكم الهايدرولكي شاشة بتاعتنا بتقول لنا التكوين الاساسي وفكرة عمل الدوائر الهايدرولكي انا عندي مجبس المجبس ده بضغط عليه بكوة معينة القوة بتاعتي اللي انا بضغط بيها دي بتأثر على مساحة مقطع المجبس بتاعي وبالتالي لو اسمت القوة بتاعتي على مساحة المقطع اكيد ده هو الضغط اللي هيدهولي المجبس الاخر علشان يرفع الحمل بتاعي يبقى انا فكرة بتاعة الدائرة الهايدرولكية بسيطة قوي انا بيبقى عندي قوة وعندي في الناحية التانية الحمل ده مقاومة والله لو القوة بتاعتي دي ادرت تتغلب على مقاومة الحمل هنبدأ ترفع للحمل الايه لأعلى تمام يبقى انا دلوقتي فكرة المنظومات الهايدرولكية كلها بتتوقف على تغلب القوة على المقاومة انا عندي قوة بتفح لها قوة ضغط الزيت بتفح لو قوة ضغط الزيت دي تغلبت على مقاومة الحمل هتبدأ ان هي تشيل الحمل بتاعي وترفعه تمام يبقى انا عندي لما اجي اقول الضغط اعلقته بالمساحة واعلقته بالقوة الضغط بتاعي بيساوي القوة على المساحة يبقى العلاقة كلما زاد القوة بتاعتي كلما زاد الايه الضغط طيب لو زادت المساحة هيقل الضغط يبقى العلاقة طردية ما بين القوة والضغط وعكسية بين القوة والايه وبين المساحة والضغط تمامي شباب نرجع لشتنا كده ونشوف فكرة عمل الدائرة الهايدرولوكي قال لي هنا اول ما هؤثر على المجبس بتاعي ده بقوة معينة القوة بتاعتي دي هتأثر على مساحة المقطع اللي عندي وينتج عنها ضغط الضغط بتاعي ده هيأثر على الكباس اللي هو المجبس ده فيرتفع هذا الضغط حتى يصل الى الكيمة اللي تمكنه من التغلب على مقاومة الايه الحمل بتاعي طلعما قوة الضغط بتاعي ده تغلب على مقاومة الحمل بتاعي ده في الحالة دي هيتم رفع الحمل الايه لأعلى وفي حالة ثبوت الضغط فان الحمل الخارجي يكون ايه ثابت ولا يتغير بالارتفاع والانخفاء بحنا نقول دلوقتي يا وليه لو انا زودت القوة اللي عندي الضغط اللي عندي هيزيد الحمل اللي عندي هيتحرك تمام طيب لو الضغط بتاعي لو القوة بتاعتي ثابتة يبقى الضغط هيبقى ثابت يبقى الحمل بتاعها هيفضل ثابت ولا يتأثر بارتفاع او ايه او انخفاء يبقى دي فكرة اي دير التحكم هيدرولك ان انا عندي قوة ومقاومة لو القوة تغلبت على المقاومة في الحالة دي قدرت ان الضغط بتاع الزيت يدفع الايه الحمل بتاعي للامام او لاعلى يبقى هيحرك الحمل امتى لما الضغط بتاعي يتغلب على مقاومة مين الحمل المؤثر على مساحة المقطع الذي يؤثر عليها الايه الضغط بتاعي يبقى كلما طب العلاقة ما بين القوة والمساحة والضغط قلنا الضغط مع القوة علاقة طردية كلما زادت القوة زادت ضغط وبالتالي زادة الضغط اللي هيرفع الحمل انا ممكن اشيل حمل كبير لما زاد القوة اللي انا هدفع بها الايه الزيت طب لو القوة اللي انا هدفع بها الزيت دي وصغيرة يبقى الحمل اللي انا هشيله او هرفعه لازم يكون حمل ايه صغير تمام يبقى أنا عندي دلوقتي علاقة ما بين القوة والحمل القوة والحمل متساوية لو القوة كبيرة هتشيل حمل كبير لو القوة صغيرة هتشيل حمل إيه؟ صغير طب والعلاقة ما بين القوة والضغط برضك طردية كلما زادت القوة زادت الضغط اللي أنا إيه؟ هأثر به طب العلاقة بقى ما بين القوة والمساحة عكسية كلما زادت القوة وقلت المساحة بتاعتي زادت ضغط وعندما قلت القوة وزادت المساحة قلاء الضغط تمام يا شباب العلاقة دي هي أساس دوائر التحكم الهايدرولوكي وبناء على هذه العلاقة نبدأ ندرس بقى مع بعضينا دوائر التحكم الهايدرولوكي مع بعضينا كده بقى نشوف دايرة من دوائر التحكم الهايدرولوكي احنا عندنا هنا بيقول لي ايه بيقول لي دايرة من دوائر التحكم الهايدرولوكي اجزاءها ايه قال لي اول حاجة في الدايرة بتبقى المضخم طيب حلو اول وتاني حاجة الخزان وسمام الضغط وسمام التحكم التوجيهي والزلاق والسلندر والسلندر دا بيبقى انواع في عندي مفرد التأثير ومزاج الايه التأثير وطبعا الوصلات اللي بقدر من خلالها اوصل السمامات باجزاء الدايرة كلها يعني الوصلات دي اللي بتوصل اجزاء الدايرة كلها ببعضها تمام يبقى انا هنا لما يجي يقول لي ايه هي اجزاء اي دايرة التحكم هيدرولوكي هقوله الاجزاء الاساسية عبارة عن المضخ ايه كمان الخزان طب وايه كمان قال لي سمام التحكم في الضغط طب ممكن يعمل السؤول لنا فايدة كل حاجة من الحاجات ديت هي عبارة عن ايه او احنا عندنا الخزان هو انا هستخدم الخزان دا ليه عشان يخزن في الزيت علشان يحمل الزيت بتاعي من الشوائب والاتريبة وينقل الزيت بتاعي من ايه ايه اوالك موجودة فيه وكمان يعملي عملية تكفيف لمين للزيت بتاعي طب وبخزن في الزيت لفترة ايه كبيرة وبعدين بيحميل الزيت بتاعي من اي رتوبة او اي ايه شوائب تكون عالقة موجودة فين في الزيت لان هو بيبقى فيه فلاتر طيب والمضخة قال لي المضخة دي هي المسؤولة عنها بتسحب الزيت من الخزان وتدفعه لاجزاء دائرة التحكم الهيدرولوكية كلها وكمان يولايات بتدي له القوة اللازمة لاستمرار سريانه فين في الزيت تمام يبقى انا عندي الخزان ده عبارة عن خزان بيحافظ لي على الزيت من الشوائب والاتريبة تمام وعند المضخة هي اللي بتسحب الزيت من الخزان وبتدفعه لاجزاء دائرة التحكم الهيدرولوكية طب هل المضخة بتسحب الزيت من الخزان بتدفعه لاجزاء دائرة التحكم الهيدرولوكية فقط لا وهي المسؤولة عن اعطاء القوة اللازمة لاستمرار سريانه فين في الدائرة يعني هي المسؤول ان هي تدي للزيت قوة القوة بتاعت دي تخلي الزيت مستمر للسريان فين في الدائرة بتاعت طيب وبعد كده عندنا سمام الضغط وسمام الضغط ده يا ولاد لو بصينا على الشاشة هنا نشوف الشاشة بتاعتنا فكرة عمل الدائرة احنا عندنا يا ولاد دوائر التحكم الهيدرولوكية فكرتها ان بيكون في عندي مضخة المضخة الهيدرولوكية ديت اللي هي رقم واحد دي بتدار عن طريق محرك كهربي او اي محرك خاص بالمعدة الهيدرولوكية طيب انا لما بدور المضخة بتاعت دي اللي هي رقم واحد ايه اللي بيحصل؟ اول ما مضخة دي ما بتدور والتروس بتاعتها بتشتغل بتبدأ تسحب الزيت بتاعي من الخزان رقم اتنين الزيت بتاعي لما بيتسحب من الخزان بيدخل بين اجزاء المضخة المضخة بتاعتي باستمرار دوران التروس اللي جواها بتبدأ تدي للزيت كوة كبيرة جدا تمكنه من سريانه في اجزاء دائرة التحكم الهيدرولوكية يبقى انا عندي دلوقت الزيت هيبدأ يخرج من المضخة يبدأ يدخل على جميع اجزاء دائرة التحكم الهيدرولوكية عن طريق ايه بقى يا ولاد؟ عن طريق وصلات الدايرة ايه هي الوصلات بتاعت الدايرة؟ خط البرشير اللي موجود عندي خط البرشير ده اللي هو خط الضغط بيبدأ ياخد الزيت المضغوط اللي عندي اللي طالع من المضخة الهيدرولوكية ويبدأ يوجهه الى اجزاء دائرة التحكم الهيدرولوكية فاحنا المصار بتاعنا اللي احنا شايفينه قدامنا ده دلوقت خط البرشير بتاعي خد الزيت من المضخة وبدأ يدخله لي على سمام التحكم التوجيهي طيب جميل او دلوقت الزيت وصل لسمام التحكم التوجيهي مش عارف يروح هل هو هيروح لخلف المجبس ولا الامام المجبس مين اللي بيتحكم لي بقى في الموضوع ده اللي بيتحكم فيه اتجاه حركة الزيت داخل السمام التحكم التوجيهي هو وضع الزلاق وضع الايه الزلاق مين الزلاق ده ده عبارة عن يد زلاقة اول ما بسحبها للخارج ببدأ افتح خط البرشير بتاعي على الفتحة رقم ايه في السلندر حلو قوي كده بيبدأ الزيت يطلع او يخرج من سمام التحكم التوجيهي يندفع نحو الفتحة رقم ايه في السلندر والزيت بيبدأ فيه استمرار السريان ما لم يرى امامه اي اعاقل ايه للسريان بيبدأ قوة الزيت بتاعتي تزداد خلف المجبس تبدأ قوة الزيت بتاعتي تزداد خلف المجبس لحد ما توصل لكيمة قوة ياولاد تتغلب على مقاومة المجبس بتاعي فيبدأ يدفع للمجبس للامام هل المجبس بتاعي مفيش قدامه مقاومة لا فيه ايه بقى المقاومة اللي كانت قدام المجبس هنا ياولاد الزيت الغير مضغوط اللي هو الزيت الراكد اساسا من الاول داخل الاستوانة الزيت الراكد داخل الاستوانة ده لابد عند دفع الزيت من الفتحة ايه لابد من سحب الزيت من خلال الفتحة بيه عبر سمام التحكم التوجيهي ومنه الى الخزان يبقى انا هنا ياولاد عشان قدي مشوار تقدم عندي هنا انا بدفع الزيت بتاعي للزيت المضغوط ايه الزيت المضغوط ده اللي هو جاي اللي نسيجة ايه نسيجة ان المضخة سحبته من الخزان وديته قوة كبيرة جدا والقوة الكبيرة ديت اديته دفع المين لاجزاء الدائرة ولما الزيت اندفع في اجزاء الدائرة وصل لسمام التحكم التوجيهي سمام التحكم التوجيهي انا تحكمت في الزلاق فسحبت الزلاق للخارج اول ما سحبت الزلاق للخارج بدأت افتح الفتحة او خط الوصل بتاع خط البريشر اللي هو دال على فتحة الف في البستم الفتحة ايه بتاعت البستم ديت بدأ يطلع فيها الزيت ويستمر في الصرايان وطبعا الزيت طالما مش لاقي فيه اي اعاقة للصرايان الزيت بيبدأ يندفع ويزداد كميته داخل مين داخل السيلندر طيب بيوصل الزيت بتاع الكيمة قوة تتغلب على مقاومة مين المكبس اللي هو الاخضر ده لو قوة الزيت بتاع تغلبت على مقاومة المكبس في الحالة دي هتدفع المكبس لمين للايام انا شايف حاجة زرق الزرق قابل عن ايه اولاد القابل عن محاولة عبارة عن الزيت الغير مضغوط عبارة عن الزيت الغير ايه الغير مضغوط الزيت الغير مضغوط ده انا ببدأ اسحابه منين من امام البستم بتاعه ومن امام المكبس بتاعك مسحابه من خلال الفتحة رقم ايه رقم بيه طب الفتحة دي لما ينزل منها الزيت هيمور على مين يا ولاد هيدخل على سمام التحكم التوجيه وبعد كده يبدأ من سمام التحكم التوجيه يوجهه المين للخزان بتاعي بقى أنا بسحب الزيت الغير مضغوط من الفتحة بيه وبادفع الزيت المضغوط للفتحة والزيت بتاع المضغوط ده بيوصل لكيمة كوة تتغلب على مقاومة الحمل وعندما يصل الى كيمة كوة تغلب على مقاومة الحمل بنلاحظ تحريك الحمل الى الامام يبقى انا ده لما يجي يقول لي اشرح فكرة عمل دائرة تحكم الهايدرولوكية هشرح اقول ايه ان عندي بيتم ادارة المضخة اللي هي رقم واحد عن طريق محرك كهرابي بواسطة المحرك الكهرابي الخاص بالدائرة او المحرك الكهرابي الخاص بالمعدة بيتم المحرك ده بيبدأ يشغل المضخة ويبدأ يسحب الزيت الهايدرولوكي من الخزان رقم اتنين وبعد كده الزيت بتاعي يبدأ يدخل في خط الضغط اللي هو دال تمام وبعد كده يبدأ الزيت بتاعي يتجه الى سماه الى اجزاء الايه الدائرة ومنه الى الايه الاستوانو طيب احنا كده يا شباب عرفنا لو جالي سؤال بيقول لي اشرح فكرة عمل دوائر التحكم الهايدرولوكية احنا عرفنا ان دائرة التحكم الهايدرولوكي بتتكون كده وتخيلها بسيطة اوي اجزاءها عبارة عن ايه عبارة عن مضخة هيدرولوكية والمضخة الهايدرولوكية دي لابد ان اللي يشغلها هو عبارة عن محرك كهرابي المحرك كهرابي ده اول ما بيدور المضخة المضخة بتبدأ تسحب الزيت بتاعها من الخزان والزيت بتاعي ده لما بيتسحب من الخزان وبيدخل جوه المضخة عن طريق تشغيل المضخة المضخة بتبدأ تدي للزيت بتاعي ده قوة كبيرة جدا القوة دي بتجعله يسير في اجزاء دائرة التحكم الهايدرولوكية طب يسير بس قال لي لا ده الاستمرار القوة دي بتبقى مستمرة من المضخة للزيت علشان يستمر صريانه داخل دائرة التحكم الهايدرولوكية طب الزيت بعد ما بيخرج من المضخة بيسير فين؟ بيسير في خط يسمى خط الضغط وليه سميته خط الضغط؟ لان هو خط الزيت المضغوط لان الخط ده يا ولاد هو خط الزيت المكتسب كوة من المضخة فبالتالي الزيت اللي خارج من المضخة بنسميه الزيت المضغوط اللي هو واخد كوة ضغط تمام؟ فعشان كده بنسمي الخط اللي هو ماشي فيه خط الضغط خط ايه؟ الضغط طب بيبدأ يتجه بعد كده المين؟ بيتجه لأجزاء دائرة التحكم الهايدرولوكية كلها طب أنا بعد كده عايزة أوصله للسيلندر يبقى هيعدي الأول بقى علشان يوصل للسيلندر هيعدي على سمام اسمه سمام التحكم التوجيهي ومن اسمه سمام التحكم التوجيهي يعني هو هيتحكم لي في توجيه الزيت لمين؟ للسيلندر طيب مين اللي يتحكم في توجيه الزيت للسيلندر من خلال سمام التحكم التوجيهي؟ فيه في سمام التحكم التوجيهي يد اسمها الزلاق اليد دي لو أنا دخلتها بتديني وضع لو أنا خرقتها بتديني وضع آخر لاتجاه حركة مين؟ الزيت للسيلندر طيب نفترض أن أنا هخرج بزلاق للخارج في الحالة دي هيفتح خط البريشر على الفتحة إيه في السيلندر طيب الزيت هيفضل يستمر فيه السرايان مين؟ للسيلندر لحد قوة الزيت في السيلندر ما تصل إلى قيمة قوة تتغلب على مقاومة مين؟ الحمل مين الحمل بتاعي؟ الكباس وزراع لإيه؟ الكباس هما دول اللي بيزوقوا الحمل في النهاية طيب أنا عندي كيمة قوة الزيت لو تغلبت على مقاومة الكباس اللي قدامي يبقى في الحالة دي هيتحرك الكباس وزراع الكباس لإيه؟ للأمام ويديني مشوار التقدم هل مشوار التقدم هيتاخد بالطريقة دي؟ قال لي لا ده في نفس اللحظة لابد من سحب الزيت الغير مضغوط من أمام المجبس برافو عليكم يبقى لابد من سحب الزيت الغير مضغوط يا ولاد منين؟ من أمام المجبس وود الزيت الغير مضغوط على مين؟ قال لي هيخرج من الفتحة بي اللي هي أمام المجبس هيبدأ يتوجه إلى سمام التحكم التوجيهي وسمام التحكم التوجيهي هيبدأ يوجهه لي لمين؟ للخزان تمام يا شباب؟ يبقى أنا هنا عشان أدي مشوار التقدم بتاعي هدفع زيت من سمام التحكم التوجيه عبر الفتحة إيه؟ الزيت بتاعي هيبدأ يستمر في السرايان ما لم يرى أمامه أي إعاقة للسرايان بتاعي قوة الزيت هتغلب على مقاومة الحمل بتاعي هتبدأ تدفع الحمل للأمام عشان الحمل بتاعي يندفع للأمام بسهولة لابد من سحب الزيت الغير مضغوط من أمام الإيه؟ من أمام المجبس طب هسحب الزيت الغير مضغوط من أمام المجبس عن طريق إيه شباب؟ عن طريق الفتحة بيه طب وهينزل من الفتحة بيه هيروح لي مين؟ لسمام التحكم التوجيه ومن سمام التحكم التوجيه هيبدأ يرجع لي مين؟ للخزان ده كده الدورة بتاعي الزيت داخل الدائرة التحكم الإيه؟ الهايدرولوكية دلوقتي بقى هناخد جزء جزء في الدائرة ونبدأ نعرف فايدته ووظيفته ايه وفكرة عمله ايضا ايه ما بعضينا شباب كده على الشاشة احنا دلوقتي هناخد ازاي بيبدأ يعني السرايان السائل بتاعي دوت يتحرك في دائرة التحكم الهايدرولوكية وعن طريق سمام التحكم التوجيه بيقولي هنا هو يستمر سرايان السائل الهايدرولوكي ما لم يرى اعاقة للسرايان حتى يصل الى كيمة ضغط الزيت خلف الايه المكبس حتى يصل لكيمة ضغط الزيت خلف المكبس الهايدرولوكي كيمة الضغط بتاعت الزيت اللي خلف المكبس تصل الى كيمة تتغلب فيها على مقاومة مين الحمل فيبدأ يتحرك الحمل بتاعي الايه للامام وفي نفس اللحظة يتم سحب الزيت لازم في نفس اللحظة يتم سحب الزيت الغير مضغوط من امام مين المكبس عبر خط الراجع يبقى بيتم سحب الزيت من امام المكبس عبر خط الايه الراجع يبقى الخط دوت اسمه خط مين يا ولاد خط الراجع يبقى انا عندي خط الاحمر ده اسمه خط مين الضغط والخط الازرق اسمه خط الايه الراجع طيب يبقى انا عندي هنا هيبدأ سحب الزيت من خلال الفتحة بيه عبر خط الايه عبر خط الراجع ومنها الى سمام التحكم التوجيهي ومن سمام التحكم التوجيهي يبدأ يرجع لمين للخزان بتاعي تمام يبقى ده كده باقي فكرة عمل دائرة التحكم الهايدرولوكيه دلوقتي بقى عايزين نعرف ازاي نقدر نتحكم في اقصى ضغط لدائرة التحكم الهايدرولوكيه تحديد اقصى ضغط لدائرة التحكم الهايدرولوكيه انا هقدر في الحالة دي احدد كيمة اقصى ضغط لدائرة التحكم الهايدرولوكيه عن طريق سمام يسمى سمام التحكم في الضغط اللي هو سمام رقم كام تلاتة ده ولادي با احنا دلوقتي هنعرف سمام رقم تلاتة فايدته ايه في دائرة التحكم الهايدرولوكيه قال لي يجب التحكم في اقصى كيمة ضغط لدائرة التحكم الهايدرولوكيه حتى يمكن حماية الدائرة من أخطار الأحمال الكبيرة ويتحقق ذلك باستخدام سمام الضغط رقم كام 3 يبقى أنا عشان أتحكم في كيمة أقصى ضغط في دوائر التحكم الهيدرولوكية هستخدم سمام التحكم في الضغط اللي هو رقم كام 3 لما هستخدم هذا الجهاز أو هذا السمام هيبدأ يتحكم لي في كيمة أقصى ضغط ممكن أنا أحتاجه في دائرة التحكم الهيدرولوكية قال لي السمام ده عبارة عن عنصر غلق وإيه لو بيقول لك عبارة عن سمام كاراوي يدفعه نابت زنبورك يجعل السمام ملتصقا بمقعدته بقوة معينة وعندما يرتفع الضغط تزداد قوة الضغط على قاعدة السمام وبالتالي تتغلب على مقاومة الزنبورك وبالتالي يرجع الزنبورك للإيه للخلف ويتصل خط الضغ بالخزان وبذلك لا يستمر ضغط الدائرة في الإيه في الارتفاع احنا عايزين نعرف الكلام ده بقى عملي على الرسم بتاعنا وإحنا عندنا دلوقتي يا ولاد سمام التحكم في الضغط هو عبارة عن إيه عبارة عن عنصر غلق كرة والكرة دي فيها إيه فيها ياي زنبورك الكرة دي بتبقى قفلة فتحة دخول الزيت تمام بتبقى سدة فتحة مرور الزيت لما بيبدأ ضغط الزيت يرتفع لكيمة قوة تتغلب على مقاومة الزنبورك أو الياي بيبدأ يدفع لي عنصر الغلق ده المين للخلف وطلعه مع عنصر الغلق بتاعي اندفع للخلف يبقى أنا كده فتحت خط الضغط بتاعي أو خط الضخ بتاعي بتاعي الزيت على الخزان وبالتالي قدرت أن أنا لو عندي زيت زيادة في الدائرة والضغط ده غير مسموح به في الدائرة قدرت أخفض ضغط الدائرة لحد الضغط المسموح به في الدائرة بتاعي عن طريق أن أنا سحبت الزيت الزيادة كله ونزلته على الخزان يبقى السمام ده سمام أمان ولا مستمام أمان سمام أمان لإنه خلصت للدائرة بتاعتي من أي أحمال زي إيه زي إيه أو أي ضغوط زي إيه زي إيه ده في الدائرة تمام السمام ده عبارة عن إيه قلنا عبارة عن عنصر غلق ويا عبارة عن عنصر غلق وإيه وإيه عند دفع الزيت بيبدأ عنصر الغلق بتاعي ده لو قوة الزيت المندفعة بتبدأ تزداد لحد ما تتغلب على مقاومة الزنبرك فتبدأ تدفع الزنبرك بعنصر الغلق المين للخلف ويبدأ الزيت إلى إيه إلى الخزان وبالتالي يبقى أنا كده الزيت اللي ماشي في الدائرة هو الزيت زيت الضغط المسموح بيه في إيه فين في الدائرة بتاعي تمام حبايبي تاني على الشاشة هنشوف فكرة العمل على السمام نفسه تاني كده معنا على الشاشة يبقى أنا عندي هنا السمام بتاعي ده عبارة عن فتحة دخول الزيت فتحة دي بتبقى مقفولة عن طريق عنصر غلق قروي تمام والعنصر الغلق القروي ده بيبقى متصل بزنبرك لو أنا عندي المضخة الزيت اللي مدفوع منها قوته أو ضغطه أزيد من الضغط المسموح بيه في الدائرة في الحالة دي الضغط بتاعي بيأثر على قوة الياي فبيبدأ يرجع الياي لمين للخلف وفي هذه اللحظة بيتم سحب الزيت إلى الخزان طيب أنا عايز أعرف يا ميس هو أي زيت ممكن يكون يعدي كده وخلاص لا إحنا عندنا طلامة في سمام ضغطي أنا بتحكم وبزبط الياي على قوة الضغط اللي أنا عايزها فيني يا أولاد في الدائرة لو قوة ضغط الزيت بتاعي زيت عن قوة الضغط اللي أنا محتاجاها ديت يبقى في الحالة دي القوة دي أنا الياي هنا مش هيقدر إن هو يكون قافل عليها لأن القوة أكبر من مقاومة الياي في الحالة دي هيبقى عندي ضغط الزيادة برة الضغط الزيادة ده هيروح مقاصر على عنصر الغلق وعلى الياي لأن قوة الياي كده مش مزبوطة على قوة أقل من القوة المدفوعة عندي زيادة ويتصرف على مين على الخزي كمان ما حابقين به ده كده كانت فكرة عمل من سمام الضغط في دائرة التحكم الهايدرولوكية فهنا بيقول لي يجب التحكم في أقصى كيمة الضغط في الدائرة حتى يمكن حماية الدائرة من أي أخطار للأحمال الكبيرة هيتحقق ذلك عن طريق من سمام الضغط رقم ثلاثة قال لي السمام ده عبارة عن سمام كاراويد بيدفعه ناب الزنبروكي يعني سمام فيه عنصر غالق كاراويد وعنصر الغالق ده بيدفعه ناب الزنبروكي يجعل السمام ملتصقا بقاعدته بقوة معينة يبقى أنا عندي السمام ده هيبقى قافل فتحة مرور الزيت بقوة معينة القوة اللي أنا ظابط عليها السمام وعندما يرتفع الضغط خارج السمام عندما يرتفع الضغط اللي خارج من المضاقة خارج السمام وكيمة الضغط دي تتغلب على مقاومة الياي اللي عندي لو كيمة الضغط اللي برة دي تغلبت على مقاومة الياي اللي عندي هتبدأ ترجع الياي لمين للخلف وبالتالي طالما ان اليه ده رجع للخلف هنلاقي ان خط الضغط هنا اللي هو اللي خارج منه الزيت من المضخة خط الضغط بتاعي هيتصل بيه خط الراجع بتاع الخزان ويبدأ الزيت الزيادة يبدأ نتخلص منه عن طريق سمام الضغط الى الخزان تمام يا شباب وبالتالي لايه يستمر ضغط الضغط الدائرة بتاعتي في الايه في الارتفاع بك دولات كان سمام حد الضغط والسمام دوت سمام مهم جدا للدائرة لان سمام بتحكم لي بضغط الدائرة وبالتالي بتحكم في الاحمال الزيادة اللي ممكن تسبب لي اخطار اسناء التشغيل اخطار الاحمال الزيادة ممكن تسبب لي انفجارات في الوصلات بتاعت الدائرة فدي بتقبع عامل غير امان للعامل اللي شغال على دوائل تحكم الهيدروركية فبالتالي لازم ان انا اكون حاطة عامل امان في الدائرة يحميل الدائرة من اي احمال ايه زي ايه عن طريق مين بقى سمام حد الضغط سمام حد الضغط ده انا بحدد بيه اقصى ضغط المين للدائرة عن طريق مين عن طريق ان انا بحدد الدغط المطلوب بقوة الايه الزنبورك بظبت الزنبورك بتاعه على اقصى كيمة ضغط انا عايزها في الدائرة لو الضغط اللي طالع من المضخة ازيد من اقصى كيمة ضغط انا عايزها في الدائرة بتاعتي بيبقى كيمة الضغط بتاع الزيت اللي خارج من المضخة قوته اكبر من مقاومة مين الياه فبالتالي هترجع الياه للمين للخلف لما هترجع الياه للخلف هترجع معاه عنصر الغلق اللي قافل السمام هيرجع معاه لما هيرجع هتسمح بمساحة بسيبالي فتحة بقى كده الفتحة دي هتوصل ما بين خط الضغط والخزان وبالتالي الزيت الزيادة هيبدأ يمر من خط الضغط عبر سمام حد الضغط الى مين الى الخزان وبكده بتخلص من الضغط الزياد اللي موجود عنتي في دائرة تحكم الهيدرولوكية وحميت الدايرة بتاعتي من اي احمال زي اده ممكن تتعرض لها تمام حبيبي دي كده كانت فكرة عمل سمام حد الضغط او ازاي ان انا احدد اقصى كيمة ضغط في دائرة تحكم الاه الهيدرولوكية تمام حبيبي نبدأ نتعرض مع بعضين كده لعنصر اخر في دوائر التحكم الهيدرولوكية ونشوف وظيفته ايه العنصر التانى معنا اولين على الشاشة اللي هو سمام التحكم التوجيه احنا عايزين نعرف بقى دلوقتي سمام التحكم التوجيه ده وظيفته ايه في دائرة تحكم الهيدرولوكية قال لي وظيفة هذا السمام التحكم في اتجاه حركة سريان الزيت الهيدرولوكي وبالتالي اتحكم في حركة زراع السيلندر يبقى انا هنا بتحكم في اتجاه حركة الزيت الهيدرولوكي وبالتالي بتحكم في حركة زراع السيلندر تمام شباب؟ يبقى انا عندي دلوقتي وظيفة هذا السمام اني انا اقدر اتحكم في اتجاه حركة سريان الزيت الهيدرولوكي وبالتالي اقدر اتحكم في حركة زراع السيلندر ازاي بقى نبدأ نشرحها؟ عندي الزيت الهيدرولوكي بيبدأ يمر عبره من طبعا المضخة بتبدأ تسحب الزيت من الخزان بتبدأ تديله قوة يبدأ يندفع بيها في خط الضغط بتاعي اول ما بيجي الزيت بتاعي في خط الضغط ببدأ ان انا احرك الزلاق بتاع السمام بتاعي للخارج او للداخل لو انا حركت السمام للخارج لو حركت السمام للخارج هيديني الوضع اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده يا شباب لو حركت السمام للخارج هيديني الوضع بتاعي ده بقى انا لو حركت السمام للخارج خط الضغط بتاعي هيبدأ يتفتح على الفتحة وهيبدأ الزيت يطلع من خلف المجبس في نفس اللحظة هبدأ ان انا اسحب الزيت الغير مضغوط من امام المجبس عبر سمام التحكم التوجيه ومنه الى الخزان وده هيديني مشوار التقدم لمين للسيلندر طب لو انا عايز بقى انا عندي اولاد لو حبيت اتحكم في مشوار التقدم بتاعي بتاعي السيلندر بتحكم فيه من خلال سمام التحكم التوجيه يبقى لما ايجي يقول لي هو ايه فايد اصمام التحكم التوجيه ده في الدايرة يا اولاد اقول له الله ده اصمام التحكم التوجيه ده من اسمه يتحكم في توجيه الزيت لمين للسيلندر عن طريق حركة مين الزلاق لو انا سحبت الزلاق للخارج هبدأ افتح خط الضغط بتاعي على الفتحة بتاعة السيلندر وبالتالي الزيت هيبدأ يستمر في السرايان الى السيلندر وفي نفس اللحظة هبدأ اسحب الزيت الغير مضغوط من امام السيلندر عبره خط الراجع من الفتحة بي ومنه الى الخزان وفي اللحظة دية يبقى انا عملت مشوار التقدم لمين للسيلندر بتاعي يبقى صمام التحكم التوجيه هنا افدني في ايه هو اللي وجه لي الزي من خط الضغط لخلف مين المجبس طب لو انا عايز اعمل مشوار رجوع عن طريق طب ايضا صمام التحكم التوجيه هيبدأ خط الضغط متصل بالفتحة مين بالفتحة بيه طيب وبعدين هسحب الغير مضغوط من ايه من ايه عن طريق القط او عن طريق هسحب الزيت الغير مضغوط من الفتحة ايه ومنه الى سمام التحكم التوجيه وسمام التحكم التوجيه هيوجه لي مين للخزان وابا كده عملت مشوار الايه الرجوع انا عايز افهم كده مين اللي اداني مشوار التقدم ومين اللي اداني مشوار الرجوع ومن اللي اتحكم لي فيه سمام التحكم التوجيه لانه هو اللي يقوم بالتحكم في توجيه سريان الزيت الى السيلندر تمام يا شباب؟ ده كده بالنسبة لفايدة سمام التحكم التوجيه في دوائر تحكم الهايدرولوكا ما بعدين على الشاشة كمان نشوفه مرة تانية انا عندي هنا اولاد فكرة عمل سمام التحكم التوجيه انا عندي هنا الزيت هيبدأ يخرج من الدايرة هيبدأ يروح على الفتحة رقم ايه في السيلندر وهيبدأ الزيت يستمر في السريان لحد ما قوت الزيت دي تغلب على مقاومة الحام عشان اعمل مشوار التقدم لابد من سحب الزيت الغير مضغوط عندي هنا عن طريق فتحة ايضا في سمام التحكم التوجيه ومنه الى الخزان يبقى مين اللي سحب للزيت ودى للخزان ومن اللي سحب الزيت ودى للسيلندر سمام التحكم التوجيه يبقى هو اللي قام بالتحكم في توجيه الزيت الى السيلندر وهو اللي قام بالتحكم في توجيه الزيت لمين للخزان يبقى هو طالما وجه الزيت يبقى وظيفته سمام التحكم التوجيه يتحكم في توجيه الزيت الى اجزاء الدائرة او الى السيلندر بتاعي وبالتالي بيقدر يتحكم في اعطاء مشوار التقدم او مشوار رجوع للمجبس وزراع المجبس بتاعي تمام حبيبي نبدأ نشوف عنصر اخر في دائرة التحكم الهايدرولوكية ونشوف وظيفته ايه في الدائرة معه بعدين على الشاشة عندنا هنا بيقول لي ايه بقى احنا عايزين نشوف التحكم في سرعة السيلندر قبل ما نقول الجزئية ديت احنا عايزين نعرف التحكم في سرعة السيلندر ده بيبقى بناء على ايه قال لي السمام اللي هيتحكمني في سرعة السيلندر اسمه سمام الخانق السمام الايه الخانق طيب السمام الخانق ده جي اسمه منين ان انا بخنق مساحة مقطع مرور الزيت اللي هرمر في السمام كل ما ببدأ اضغط في الجراش بتاع السمام الخانق بيبقى فيه ياي الياي ده معاه زي قاعدة كده بتبدأ تقلل مساحة مرور الايه الزيت كل ما بقلل مساحة مرور الزيت بتاعي كل ما بيقل لحجم الزيت المر لمين لاجزاء الدايرة او للسيلندر طب انا عندي السرعة ايه علاقتها بكمية الزيت اللي هي بتمر من السمام الخانق قال لي معدل تدفق الزيت هو عنصر اساسي في التحكم في السرعة ازاي قال لي كل ما كان معدل تدفق الزيت بتاعي كبير يبقى السرعة بتاعتي هتبقى ايه عالية وكل ما كان معدل التدفق بتاعي صغير هتبقى السرعة ايه ولاد صغيرة يبقى في الحالة دي انا عندي علاقة طردية بين معدل تدفق واه السرعة يبقى انا عندي السمام الخانق ده ووظفته ايه في الدائرة هو اللي بيتحكم في معدل تدفق الزيت اللي هيمر من السمام الى مين الى السلندر وطالما اتحكم في معدل التدفق يبقى بالتالي يتحكم فيه سرعة الايه السلندر بتاعي تمام يا شباب شوف الكلام الجميل اللي احنا قلنا ده على الشاشة بقى بتاعي احنا عندنا دلوقت شباب ده اللي هو رقم سبعة ده السمام الخانق السمام الايه الخانق السمام ده لو لاحزنا فيه بنز كده البنز ده عبارة عن مصمار كده او الجراش احنا بنلفه كل ما بنلفه كل ما المساحة اللي هيمر فيها الزيت هنا ما بتصغر ولما المساحة اللي هيمر فيها الزيت هنا بتصغر بالتالي معادل التضفق الزيت اللي هيوصل للسلندر هيبقى معادل التضفق هيبقى صغير طب لما معادل التضفق هنا يبقى صغير يبقى انا عندي هنا سرعة السلندر هتبقى ايه بطيق طب لو انا فتحت اللي جراش ده للخارج جامد في الحالة دية مساحة مرور الزيت هنا مساحة المقطع اللي هيمر فيها الزيت الهايدرولكي هتقبى كبيرة وبالتالي في الحالة دية معادل التضفق بتاعي الزيت هيبقى كبير جدا ومن هنا اقدر ان انا اوصل للسلندر كمية كبيرة جدا جدا من الزيت في معادل زمني صغير وبالتالي السرعة بتاعتي هزين يبقى لما بنيجي هنا بيقول لي ايه بقى التحكم في سرعة السلندر للتحكم في سرعة الاستوانة او السلندر بيتم او يجب التحكم في معادل تضفق مين السائل الهايدرولكي الذي يصل الى الاستوانة او يخرج من الاستوانة يبقى انا هنا ممكن اتحكم في الزيت اللي داخل للاستوانة عن طريق السمام الخاني او اقدر اتحكم في الزيت الخارج من الاستوانة عن طريق السمام الخاني يبقى بالتالي انا ممكن اتحكم في سرعة السلندر في مشوار التقدم وايضا ممكن اتحكم في سرعة السلندر في مشوار الايه الرجوع قال لي واللي بنستخدمه للكلام ده هو السمام الخاني والسمام الخاني ده وظفته هو التحكم في معدل تضفق الزيت وبالتالي طالما ما تحكمتي في معدل تضفق الزيت يبقى د تحكم في سرعة الايه الاستوان تمام يا شباب ده كده فكرة عمل السمام الخانك احنا نقولها بقى فكرة عمل السمام الخانك ده عبارة عن ايه شباب انا عندي سمام السمام ده في عنصر غلق وعندي فيه زي الجراش كده عنصر الغالك ده انا ببدأ ان انا اقدر اتحكم من خلال عنصر الغالك ده في مساحة مرور الزيت اللي هتمر من السمام في المساحة اللي هيمر من خلالها الزيت فيه السمام طيب يبقى انا عندي دلوقتي لو مساحة مقطع مرور الزيت بتاعي دي كانت كبيرة فبالتالي معدل تضفق الزيت اللي هيمر من السمام الخاني هتبقى كبير ومعدل التضفق معناه كمية الزيت اللي هتمر في وحدة زمنية معينة ده هيبقى كبير جدا وطالما معدل التضفق بتاع الزيت كان كبير قوي يبقى في الحالة دي السرعة بتاعتي هتبقى كبيرة لان السرعة بتقاس عن طريق معدل التضفق لمين للزيت ومعدل التضفق بيقاس عن طريق كمية الزيت اللي هتمر في وحدة الزمن لو كمية الزيت اللي هتمر عندي من خلال السمام او مساحة المقطع لسمام الخانك كبيرة يبقى في الحالة دي معدد ضفكة يبقى كبير وبالتالي سرعة السلندر هتبقى ايه عالية والعكس صحيح يعني ايه لو مساحة المقطع يا ولد لسمام الخانك مساحة المقطع اللي هيمر من خلالها الزيت في السمام الخانك هتكون صغيرة في الحالة دي معدل التضفك يعني كمية الزيت في وحدة زمنية معينة اللي خرجة من السمام هتبقى قليلة وبالتالي هيبقى سرعة السلندر بسيئة تمام يا شباب يبقى احنا هنا بنتحكم في سرعة السلندر عن طريق السمام الخانك ازاي عن طريق التحكم في مساحة مرور الزيت من السمام وده من خلاله بقدر اتحكم في معدل تضفك الزيت اللي هيخرج من السمام وطالما اتحكمت في معدل تدفق الزيت اللي خارج من السمام بالتالي قدرت ان انا اتحكم في سرعة من السيلندر لو معدل التدفق كبير يبقى السرعة بتاعت السيلندر هتبقى عالية لو معدل التدفق بتاعي صغير هتبقى السرعة بتاع سي بطيئة وده كده يا ولاد كان وظيفة سمام سمام الخانج في دوائل التحكم الهيدرولوكا تمام يا شباب بص مع بعضنا على الشاشة على عنصر اخر هنا بيقول لي بيشرح ايه علاقة بقى مساحة المقطع الذي يمر به السائل عن طريق سمام الخانج قال لي اذا كان السائل اللي بيصل للسوانة بيكون كميته قليلة فبالتالي بديني سرعة بطيئة والعكس تمام اما السائل الفائد والناتج عن الفرق بين ما تدفعه المضخة وما يخرج من السمام الى الاستوانة ده بيرجع لمين للخزانة يعني جزئي اللي بتشرح لنا قدامنا دي يا ولاد بتقول انا خدت من السمام الخانج معدل معين من الزيت وصلت للسوانة طب ما هو الزيت اللي خارج من المضخة كان كتير جدا وانا خدت منه كمية بسيطة او كمية يعني اقلب كتير من الزيت اللي خارج من المضخة ده وصلت للسوانة طب بقيت الزيت ده هيروح فين هيرجع لمين للخزان مرة ايه مرة اخرى تمام يا شباب عندنا بقى ده الرسم التخطيطي لاي دائرة تحكم هيدرولوكاين الرسم التخطيطي لدائرة التحكم الهيدرولوكاين الرسم التخطيطي ده عبارة عن ايه يا ولاد من نسبة للخزان انا بقى رسمه عبارة عن شكل طبقي كده صغير انا بعمل كده شكل يو حرف يو كده وده بيبقى رمز الايه الخزان طيب الخزان هنا خارج منه تلات وصلات للزيت فانا بعمل وصلة اتنين تلاتة انا عايز احول بقى دي عبارة عن ايه يا ولاد دي عبارة عن فلتر ده شكل الفلتر دي شكل المدخة الهيدرولوكية وده شكل سمام التحكم في الضغط تاني بانا عندي هنا ده الخزان بتاعي دي وصلات الزيت بتاعتي ده عبارة عن الفلتر المدخة الهيدرولوكية سمام التحكم في الضغط ببدأ اطلع بعد كده السلندر بتاعي السلندر التحكم سرعي سمام التحكم التوجيهي سمام التحكم التوجيهي وسمام خانق لراجعي سلندر مزدوج التأثير وليه مزدوج التأثير يا ولاد لانه هو ليه فتحتين لدخول وخروج الزيت بتاعه لما يكون ليه فتحتين كده بقول عليه سلندر مزدوج التأثير وهندرسه بالتفصيل في الحلقات القادمة بازن الله سلندر المزدوج التأثير وده عنصر الفعل بتاعي وعنصر الفعل ممكن ما يكونش سلندر ممكن يبقى محرك ممكن يبقى ايه محرك طيب احنا عايزين نحول الشكل التفصيلي لعناصر دائرة التحكم الهايدرولوكية دي الى رسم تغطيتي يبقى انا عايزة احول الشكل التفصيلي لعناصر دائرة التحكم الهايدرولوكية الى شكل او رسم ايه تختيش فاحوله ازاي هبدأ ارسم الخزان قلنا على شكل حرف يو او شكل طبقي وهنبدأ نحط فيه خطوط ضغط الزيت او خطوط اللي هيمر فيها الزيت بتاع يبقى دي كده خط اتنين تلاتة هاجي بقى هنا لرمز سمام الضغط هبقى ايه عبارة عن مستطيل بداخله سهم يشير ليه مكان الخزان بص السهم اللي بتاع اللي جوه ده عبارة عن سهم بيشير لمكان الايه لمكان الخزان وعندي ايه قابل للضبط طالما ايه حطيت عليه سهم كده يبقى ايه ده انا بزبطه على ضغط ايه معين يبقى انا عندي السمام على شكل مستطيل فيه سهم السهم بتاعي ده بيشير لمكان الخزان وبيبقى موجود فيه ياي والياي ده بيكون قابل للضبط يعني ايه قابل للضبط يعني ممكن اصبطه على الضغط اللي انا محتاجه في دائرة التحكم الهايدرولوكية لو زيت عندي الضغط عن ضغط عن ضغط اللي انا زبطه عليه بيبدأ الضغط الزيادة ينساب ويتجه لمين للخزان طيب بعد كده عندي المضخة المضخة لما باجي ارسمها هي عبارة عن دائرة بها سهم عيد المظلل سهم عيد الايه مظلل والجزء ده بيبقى الخط بتاع وصل المضخة بالمحرك بدي وصلت المضخة بالايه بالمحرك انا عندي هنا رمز المضخة عبارة عن دائرة الدائرة ديك بتاخلها سهم مظلل سهم ايه مظلل تمام بعد كده عندي خط الضغط بتاعي طب عايز اجيب العنصر التالت دوت العنصر التالت بتاعي اللي هو الفلتر العنصر التالت اللي هو الايه الفلتر عايز احول الفلتر دوت لرسمة اخطيتي برسمه على شكل معين شكل ايه معين وبه يتوسطه خط شرط يبقى عبارة عن شكل معين يتوسطه خط ايه شرط يبقى تاني يا شباب جزئية الاولانية دي الجزئية دي بنسميها مصدر الطاقة او وحدة القدرة مصدر الطاقة او وحدة الايه القدرة وحدة القدرة عندي دلوقتي احنا شايفينها بتتكون من ايه بتتكون من الخزان بتتكون من الفلتر من مضخة الهايدرولوكية من سمام التحكم في الضغط طيب وحدة القدرة دي عشان اقدر احولها من رسم تفصيلي الى رسم تخطيتي اعمل ايه هياخد سمام الضغط في الاول هرسمه عبارة عن مستطيل مستطيل والمستطيل ده فيه سحم السحم ده بيشير لمكان الخزان وفيه ياي زنبروكي والياي دوت بيبقى قابل للضبط والمضخة بتبقى عبارة عن دايرة والدايرة دي بتبقى فيها سحم مزلل لأعلى وفيها خط وصول المحرك الفلتر بيبقى شكله معين وتوسطه خط شرط سمام التحكم التوجيهي بيبقى بيترسم عبارة عن مستطيل وفيه اوضاع التحكم سمام الخانج بيبقى عبارة عن سعنصر الغلق والخانق بتاعي المكبس بيبقى عبارة عن السيلندر بيبقى عبارة عن مستطيل فيه مكبس وزراع المكبس ايضا المحرك بيبقى عبارة عن دايرة وبها سهمين مزللين اذا كان هو محرك مزدوج التأثير تمام يا شباب انا النهاردة اخذنا بعض العناصر التي تتكون من خلالها دايرة التحكم الهايدرولوكية وايضا ازاي نقدر نحول شكل التفصيل الدوائر التحكم الهايدرولوكية الى رسم تخطيط كده وسلنا لنهاية حلقتنا اشكركم واترككم في رعاية الله وامني وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا